السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض سوس الكراميل هنعمله النهاردة بطريقة سهلة كوناته بسيطة واقتصادية جدا وهقولك على كل تركاته وتفاصيله ويطلع معاك ان شاء الله احسن من الجهز كمان يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف عمالنا ازاي اول حاجة نحضر مع بعض الحلة وهجهز كوباي السكر واروح جاي حطاها بالشكل ده كده في اعر الحلة وبعد كده هروح جاي حطاها على نار هدية تماما لغاية لما يبدأ يغض معنا لون بالشكل ده زي ما انت شايفك كده بدأ يغض معنا لون اهو هروح جاي مقلب ايه وافضل برضو حطاها على نار هدية تماما ما منفعش خالص تعلي النار عشان النار لو عليت السكر هيتحرق منك ولو تحرق الطعم هيتغير ويبقى كده خلاص هنرميه مش ينفع نستخدمه فلازم النار هدية تماما وهفضل كل شوية كده اقلب فيه بدأ طبعا السكر يتكرمل معنا هو بس لسه فيه حبيبات سكر فما ينفعش اكمل خطوة اللي بعد كده لازم السكر ده كله يضوب معنا تماما هفضل سايبها كده على نار هدية وكل شوية يقلب فيه كده بالشكل ده شان ما يتحرقش مني زي ما قلتلك طبعا لو اتحرق الطعم بيتغير تماما اهو كل شوية يقلب فيه لغاية كل حبيبات السكر دي لما تتكرمل معنا ويدوب تماما تمام كده زي الفلة هو ده بمعانا هو وابقاش معنا اي حبيبات سكر في الايه في الحلة نبدأ بقى نشوفوا الخطوة اللي بعد كده معنا كوباية لبن وهو بالشكل ده زي ما انت شايفها هروح جاي حطها كده عليه طبعا انت اول بتحط اللبن على السكر اللي تكرمل بتلاقيه قفش كده عادي خالص ما تقلقيش وهو على النار كده هفضل اقلب فيه لغاية السكر ده كله لما يدوب معانا كده مع اللبن هتشوفي كل ده ما تلاقيش خالص من الخطوة دي او ما تلاقيه قفش كده معاك يا عادي خالص يفضل بس اقلبي كده هتلاقي دياب وهو على النار وبرضو النار هاديا مع اللي تهاش الخطوة اللي بعد كده بقى هنجهز مع بعض الكوباية هحط فيها معلقتين نشا ومعانا نص كوباية لبن وهقلبهم كويس جدا لغاية السكر النشا بتاعنا ما يدوب تماما تمام بعد كده بقى هنروح على الحلة بتاعتنا زي ما انت شايفة السكر كله ده بمعانا هو جهزت معايا معلقة الزبدة روحت جاي حطاها زبدة مش سامنة ان الزبدة بتدي قوام حلو طعم جامل جدا وبقلب فيها برضو وبعد كده روح جاي نازل عليها بالنشا واللبن وهفضل اقلب كده لغاية لما اوصل للقوام اللي انا عايزاه زي ما انت شايفة هو بدأ يتقل معينا ما تلاقيش خالص اني طبعا لسه تحس كده اللي هو ايه عامل فتل كده ومفتل ما تلاقيش خالص من الخطوة دي يفضل يقلبي فيه كده لغاية لما توصل لكده للقوام اللي انت عايزاه تقيل هتروح جاي بعد كده جايبه الهند بلند او الخلاط وتروح جاي حطاه فيه وتضربي هيرجع معاك يعني ناعم جدا وكريمي هتشوفي كل دات الوقت اهو هفضل اضرب فيه كده شوية وهو على النار برضو لو انت تعمليه في الخلاط عادي خالص حطيه في شفش الخلاط اضربيه ورجعيلي الحلة تاني وحطيه على النار زي ما هو هفضل اضرب فيه كده لغاية لما وصل القوامل ناعم جدا تمام وبعد كده نشوف الخطوة اللي بعد كده بعد بقى ما ضربته كويس جدا بقى سبته على النار لغاية لما يوصل القوامل اللي انا عايزاه ده القوامل اللي انا عايزاه مش عايزاه اتقل من كده انت بقى لو عايزاه اتقل من كده سبيه على النار شوية وكل شوية قلب فيه زي ما قلتلك عشان ما يلزقش منك ولا يتحرق ولا يحصل له اي حاجة تبعيه على طول لغاية لما توصل لقوامل اللي انت عايزة? هتروح جاي مطفية عليه. انا كده خلاص هطف عليه. تمام. وبعد ما طفت عليه هتجيه هتطف الطبق بقى اللي انا ايه? اللي انا هحطه فيه. ممكن طبعا تحطيه عادي في برتمان. حطيه في التلاجة. تمام? زي الفل. زي ما انت شايفة كده. ده كده طبعا لسه سخن. لسه ما يبرد كمان. القوم بتوعي بقى احسن من كده. انا جيت بقى هنا حطيت خلفية كده بيضة عشان حسيت اللون الكراميل ما كانش يظاهر قوي. فحطيت خلفية بيضة عشان ايه? احس يعني اللي احنا فيها عاملة سوس كراميل والخلفية طبعا بتظهر الحاجة اكتر. زي ما انتو شايفين كده. لسه طبعا هو سخن معي ولسه ما تقلش اكتر من كده. فانا هسيبه لو انت عايزة تقل قوي. حطيه في التلاجة او سيبيه كده هو يتقل مع نفسه. عايز استخدمي كده بالقوم ده. تمام استخدمي بالقوم ده. زي ما انت عايزة. يا رب الفيديو بتاعي كنا اعجبكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلي كل جديد. انا بنزل على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي وصفاتي على القناة ياريت تشوفوها. واتبعوني على القناة وتعملوني لايك على كل فيديو تشوفوه. وجزاكم الله كل خير. زي ما انتو شايفين. كده انا استعرض معاكم كده كم دقيقة كده. اتمنى اللي انتو تشوفوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايش طولت عليكم الفيديو. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. شكرا